حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض عن خطوات تحميل وتثبيت تعريف الطابعة Canon IR 1643i لا وكمان سنتعلم مع بعض ازاي نعرف ونستخدم برنامج الاسكانر او برنامج المسح الضوئي وحلقة النهاردة مكونة من فاكرتين الفاكره الاولى سنتعلم ازاي نسبب تعريف الطابعة من خلال الكابل USB والفاكره التانيه سنتعلم ازاي نسبب تعريف الطابعة من خلال الراوتر Wi-Fi اذا كان كمبيوتر او لابتوب فلو يهمك الموضوع تاباني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذاكم اخوين عمين ايه؟ اخبركم ايه؟ ان شاء الله كنوا بخير وفي افضل حالة معاكم احمد السلام من كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض عن خطوات تحميل وتثبيت تعريف الطابعة Canon IR 1643 وان شاء الله الحلقة تنال اعجبكم واول فكرة سنبدأ بها وهي فكرة تثبيت تعريف الطابعة من خلال الكابل USB فيلا بنا نذهب لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بنا مبدئيا كده يا جماعة انا سيجب لكم رابط تحت الفيديو في خانية الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعريق لمجرد ان تضغط على الرابط سيحولك لصفحة كانون الرسمية لكي تستطيع تحميل تعريف الطابعة او تعريف المسح الدوتر ويفتح لك بالمنظر سننزل تحت شوية كده سننزل كده لحد ما يجلنا اختيار مهم جدا لحد ما يجدك الاختيار دوتر اهو كل الاختيار ده مكتوب عليه ونزل 64 bit image runner وبعد كده MF driver وكل الكلام ده ننزل تحت شوية كده ونختار download ثم بعد كده هنختار download مرة اخرى ثم ننتظر لحد ما التعريف يتحمل معه ونقفل القائمة عادة جدا كده ونختار هنا software عشان نحمل تعريف المسح الضوئي وننزل تحت شوية كده لحد ما يجي اختيار MF scan utility ننزل تحت شوية ونختار download ثم download مرة اخرى يبقى كده منحمل تعريف التابع وتعريف المسح الضوئي او اللي scanner وبعد اكتمال تحميل التعريفين هنقفل الصفحة عادي جدا كده مش محتاجينها في اي حاجة ونخش على التنزلات او التحميلات اللي موجودة عندك هتلقى زي ما نشايفين كده نزلنا تعريف التابع وتعريف المسح الضوئي اول حاجة لازم نعملها ان ننعرف التابعة تمام والخطوات كالتالي هنختار click click mean كده ثم نختار open ثم نختار is بعد كده بيظهر لك القائمة دي بتختار اللغة المناسبة لك للتعريف اللي language هنا نختارها بتختار العربية او اللغة الانجليزية او اللغة المناسبة لك ثم نختار next ثم نختار نعم ثم اختار اتصال USB لان اول مرة هنعرفها من خلال الكابل USB ثم نختار التالي واول ما يظهر لك الخطوة دي بتركب الكابل USB الواصل بين التوابع والكمبيوتر او التوابع واللابتوب وهنا بيقول لك كده انتظر التوصيل اول ما يكتب لك هنا تم الاتصال يبقى التوابع اتعرف من خلال الكابل USB وطبعا ممكن الخطوة دي تطول معك وده في حالة ان الجهاز بتاعك قديم شوية اللي هو جهاز الكمبيوتر او اللابتوب اللي انت بتعرف عليه التوابع قديم شوية او الكابل USB فيه مشكلة او مداخل الكمبيوتر فيها مشكلة ده بيطول في عملية توصيل التوابعه لان هنا بيقول لك كده يستغرق الامر بعض الوقت للتعرف على الجهاز حتى بعد توصيله باستخدام الكابل USB وزا من شايفين بيقول لك انها ايه الجهاز متصل بالكمبيوتر معناه ان تم تعريف التوابع من خلال الكابل USB بعد كده هنختار خروج ودلوقتي انتهينا من الفكرة الاولى وهي تثبيت تعريف التوابع من خلال الكابل USB ودلوقتي وصلنا مع بعض للفكرة التانية وهي تثبيت تعريف التوابع من خلال الروتر اول حاجة هنزبط بعض الخطوات من التابعة بعد كده هنروح للابتوب والخطوات كالتانية اول حاجة هنختار القائمة ثم نختار التفضيلات ثم نختار الشبكة هيتطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن معرف مدير النظام من 7 الواحد عد تانازولي وهكذا رقم البن من 7 الواحد عد تانازولي ازاي نكتبها سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اثنين واحد ثم ننتقل لخطوة البن وهكذا من 7 الواحد عد تانازولي ثم نختار تسجيل دخول ولو انت معرفتش رقم البن او معرف مدير النظام او كلمة النور معاك طلعت غلط فلازم تعمل اعادة ضبط مصنع للطابعة وانا سيبدأ رابط في اول تعاليك ازاي تعمل اعادة ضبط مصنع للطابعة بالكامل ثم نختار تاني اختيار اعادة اللان اللاسل كية ثم نختار نعم ثم نختار اوكي ثم نختار اول اختيار اعادة السس اي دي وهنا سيظهر لك قطوتين لو انت عمل شبكة الراوتر الوي فاي مرئية فانت اختار تحديد نقطة الوصول لكن لو انت عمل شبكة الواي فاي مخفية يعني اي حد يزعب希 بالراوتر سيدخل اسم المستخدم الرأوتر وكلمة المرور فنت حس� Zentخ vot mio طبعا انا الراوتر بتاعي مرئي فاختار تحديد نقطة الوصول وهنا بيظهر لك القائمة اللى فيها جميع الفروضكات الراوتر اللى موجودة حولك فانت بتختار اسم الراوتر بتاعك عادي جدا وبتختار التالي ثم نختار اوكي وانا بيقول لك دخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي مع العلم انه زر السهم ده بيحول الحروف من كبيرة لصغيرة يعني من كبيرة لصمول ولو حبيت تمسح اي حرف انت كتبته غلط من خلال زرور الاكسل فانا هدخل كلمة مرور دلوقتي حالا وبعد ما لخدت كلمة مرور بالطريقة الصحيحة هختار تطبيق ثم نختار نعم ويقول لك تم الاتصال هنختار اغلاق ثم نختار زرور المنزل ده اللي هو اوم ده ستلاحظنا ان فيه علام التردد معانا ان الطابعة متوصلة بالراوتر الواي فاي فيه خطوة مهمة جدا لازم تعملها عشان تثبت رقم الاي بي وكل شوية ما يختفاش هنختار القائمة ثم نختار التفديلات ثم نختار الشبكة ثم نتدخل معرف مديري النظام ورقم البن زي ما تعلمنا قبل كده ثم تختار الاعدادات الحربuz ثم ثم بتختار او اختيار اعتصار التوكائية ثم تختار تانية اختيار حد البروتوكول ونختار ايكاف والاكتساب التلقائي دي بتخليها ايكاف ثم تختار تطبيق ثم تختار اوكي ثم نختار قائمة المنزل وفي هذه الخطوة يجب أن تضف التابعة وتشغيلها مرة أخرى عشان تحفظ معاك الاعدلات وبعد ذلك تنتظر لحد مع علامة التراضي بتظهر هنا وبعد ذلك تطبع بكل سهولة وكما ترى علامة الواي فاي ظهرت دلوقتي حانا ودلوقتي نذهب مع بعض الجهاز الكمبيوتر او اللاكتوب ونطبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فى يلا بينا اول حاجة هنروح مع بعض لنفس ملف التعريف اللي نزلناه من الموقع Canon بس بدى ما نختار الملف اللي هو مضغده هنختار اللي تم فك ضغطه او ونختار drivers ثم نختار 64 bit ثم نختار setup ثم نختار yes ثم نختار اللغة بتاعتنا انا حسابها مرادي اللغة الانجليزية وانت براحتك اختاره اللغة اللي انت عاوزها ثم نختار next ثم نختار yes المرة دي هنعرف عن طريق ال network connection ثم نختار next ثم نختار yes ودلوقتي بيبحث على الطابع اللي موجودة جوه الراوتر لازم انت شايفين لقى الطابع بتاعتنا هي IR1643i وده رقم IP اللي اخدته من الراوتر ثم نختار next ثم نختار next ثم نختار next ثم نختار next ثم نختار start ثم نختار yes ثم نختار next ثم نختار yes بس لازم يكون عندك علم ان الكمبيوتر سيتعمله قاعد التشغيل أو restart ولجعنا ثاني بعد ما عملنا جهاز الكمبيوتر قاعد التشغيل وبكده عرفنا الطابع مرة عن طريق الكابل USB ومرة عن طريق الراوتر Wi-Fi طب انا دلوقتي عاوز افرق ما بينهم بحيث لما اجي اطبع اعرف انها تطبع من خلال الكابل USB ولا تطبع من خلال الراوتر Wi-Fi الموضوع بسيط جدا نختار control panel وممكن ان تبحث عليها وتجدها عادي جدا ثم نختار devices and printers ثم ستلاحظ ان الطابعة متعرفة مرتين لو شلت الكابل USB دلوقتي حالا وحاجة انتفت يبقى هي متعرفة من خلال الكابل USB كما نرى انتفت لو ركبناها مرة تانية واشتغل كما نرى يبقى هي متعرفة من خلال الكابل USB كلمنا عليها عادي جدا ثم نختار printer properties وفي الخانة الزرقة دي نمسحها ونكتب كابل USB ثم نختار OK وهذه من خلال الراوتر Wi-Fi سنضبط الاول الاعادات كلمنا عليها ثم printing preferences ثم نحدد two sides نخليها one side وال page sides نخليها A4 ثم نختار paper source ثم نختار paper source ثم نخليها Drawer ثم apply ثم OK ثم كليك كلمنا عليها مرة أخرى printer properties ثم نمسح الكلام الزرقة ونكتب Wi-Fi ثم OK يبقى كده وقت ما سنطبع سنجد مكتوب كابل USB أو Wi-Fi الموضوع بسيط كده وده لوقتي وصلنا مع بعض لفقرة تثبيت الماسحي الضوئي أو تثبيت الإسكنر هنروح لفولدر التنزلات اللي موجودة عندنا أو download ثم هنلاقي التعريف بتاعنا لسه مدود زي ما هو ده طبعا كان تعريف التوابعة ده كان تعريف التوابعة ده قبل ما فك الضغط وده بعد ما فك الضغط هنضغط كليك كلمنا عليها كده ثم نختار open هاي كده وننتظر لحد ما يبقى شكله زي المجلد ده أو زي الملف ده ثم بنختار ثم بتختار اللغة اللي انت عايزة انا عختار اللغة العربية عشان الخطوات تبقى سهلة معي ثم نكست ثم نعم وطبع خطواته بسيطة جدا مش مفاش اي تعريف كده ثم بنختار اكتمال وكده ثبتنا تعريف الماسح الضوئي هنقفل صفحة ده ده جدا طب دلوقتي برنامج الماسح الضوئي بش موجود عندي عايز اعرفه ورح فين هاعمل ليه شايفين قائمة الستارت ده ضغطة واحدة عليه حالي مكتوب هنا مفسكان نوتلتي اهي طب افرد ما لقيتوش هنا هاعمل ليه ابو حميد مكتوب هنا كانون وتحتها new يعني ده احد اسحاجة لفوتر كانون لسه مثبتينه ضغطة واحدة عليه كده هلاقيه مفسكان نوتلتي بتمسكه بالماوس كده اوه بالماوس وتسيبه هنا عشان نحطه في سطح المكتب اوه عشان نقدر نستخدمه هو ده برنامج المسح الضوي اللي احنا هنشغل عليه ان شاء الله طب ازاي نستخدم المسح الضوي الموضوع بسيط لو انت عاوز تعمل اسكان لمجموع اوراق بتحطها فوق في مكان الادف او مكان الفيدر او ممكن تحط ورقة عادي جدا موجود اي مشكلة لكن جهاز الفيدر او جهاز الادف ده ما ينفعش حوتي فيه كتاب ولا بسبور ولا بطاقة هوية هو مخصص للأوراق فقط ولازم الاوراق لا يكون فيها دبابيس يعني ليس متدبسة ووشها الاعلى يعني الكلام يبقى الاعلى والظاهر الابيض يبقى الاسفل لكن لو انت عندك ورقة مهمة جدا وخايف الفيدر يحشورها او يقطعها فانت بتحطي الورقة في ازاز التابعة بالمنظر ده والكلام يبقى الاسفل والظاهر يبقى الاعلى ازاز ده مخصص ان يسحب اي حاجة الوراقية مثل كتاب بصبور بطاقة هوية او اي حاجة الفيدر ما بيسحبهاش ثم بنفتح برنامج MF Scan 3 سيظهر لك انا كذا اختيار سيأتي لك اختيار اسمه الماساحة الضوئية تمام؟ اول ما تلاقي Canon IR رقم الطابعة كده وتلاقي ارقام كتير اوي اوي كده يبقى انت كده هتتعمل مسح ضقوي او اسكان عن طريق الراوتر الواي فاي افرد عايز اعمل من خلال الكابل USB ومش محتاج اعمل من راوتر الواي فاي كالكلمين كده؟ حاليا مكتوبة ايه؟ Canon IR 1640 series او ما تلاقي كلمة series كده يبقى دي من خلال الكابل USB لو لقيت فيها ارقام كده يبقى انت كده هتستخدم الاسكانر من خلال الراوتر الواي فاي وانا نصيحتي كابو حميد استخدم من خلال الكابل USB بتبقى اسرع كتير قوي من انك تستخدم الاسكانر من الراوتر الواي فاي عندك هنا اختيارين اختيار اسمه مستند واختيار اسمه صورة المستند ده لو انت عايز تعمل اسكان بصيغة BDF وصيغة BDF تستطيع تعمل اسكان لأكثر من ورقة وتحفظه في ملف BDF1 مفيش مشكلة لكن الصورة دي هتعمل اسكان لورقة ورقة وتتحفظ كصورة GPEG يعني لو انت عندك مجموعة أوراق عشر أوراق وعملت مستند يبقى انت هتحفظ العشر أوراق دي في ملف BDF1 لكن لو انت عندك مجموعة عشر أوراق وعاوس تحفظهم بصيغة الصورة فكل ورقة هتتحفظ بصورة الواحدة يعني حيبقى عشر صور كيف نستخدم المسح الضوئي؟ كل اللي عليك هنختار مستند وهنا بيقول لك اسكانينج يعني جال المسح ما هنصحكش انك تفتح باب الاسكانر نهائيا عشان لو فتحت باب الاسكانر ممكن اي ضوء يظهر او يؤثر على الصورة او يؤثر على جوز الصورة عامة وزا من شايفين الاختيار ده هيظهر لك في حالة واحدة انك بتعمل اسكان لبدي اف سيظهر لك الخطوة دي بيقول لك لو انت عنك ورقة تانية عايز تعملها اسكان وتحفظها في نفس ملف البيدي اف ده هتحطها على الهزة التوابع وتختار مسح ضوئي لكن لو هي ورقة واحدة بتختار خروج لكن لو انت عملت اسكان ده صورة مش هيظهر لك الخطوة دي وبتنتظر لحد ما يفتح لك المكان اللي تحفظ فيه الاسكان ده الورقة اللي عملتها اسكان نخش عادي جدا نشوفها هللل اسكان بتاعنا هو ده الورقة اللي عملتها اسكان بنقفلها كده ولو رجعنا خطوة الورقة من اسكان ديت سنجد انها تحفظت بتاريخ اليوم اللي تعمل في اسكان 13-7-2023 يعني ده فولدر اليوم اللي تعمل في اسكان وكل يوم هتعمل في اسكان لورقة هيتحفظ بتاريخ اليوم اللي تعمل في اسكان اذا كان بي دي اف او جي بي جي طب دلوقتي عاوز اعمل اسكان لصورة ضغطة واحدة عليها كده هي بيقول لك اسكان يعني جالي المسح كما ترى ما قال لك الخطوة بداية البي دي اف اللي انت عايز تحطي صورة او ورقة في نفس ملاف البي دي اف عشان هي كل صورة بتعملها صورة واحدة كما ترى اتحافظت كصورة لو رجعنا ورقة كده سنجد اتحافظ في نفس اليوم 13-7 طب الان افترض الان ان برنامج اسكانر بعد ما خلص اسكان محولني للمكان اللي تحافظ في اسكان سنقف الصفحة ونختار الاختلال الذي لديك هنا ونختار ونختار ونجد اسكان الموضوع سهلي وبكده انتهينا مع بعض من الموضوع حيث النهاردة اتمنى ان نلأعجبكم اتمنى الموضوع ان اعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السامي من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة